بأي وظيفة أو مجال بسرل فيه بدي أعرف إنه مش أنا الوحيدة الموجودة بهذا المجال رح ألاقي في ملايين المنافسين بكفاءات مختلفة من كل دول العالم وعشان هيك لازم يكون في عندي إشي بيميزني عنهم يكون في عندي إشي مش موجودة عند الكل يعني محتاجة ميزة مرتبطة في اسمي أول ما يحتاجوا إلها أكون أنا الخيار الأول عندهم وكمان بدي أعرف كيف أعرض هاي الميزة بشكل مختلف ومميز يجذب الناس لا إلي وهذا الإشي بنسمي بيرسونال براندينج أي التسويق الشخصي مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم اليوم إن شاء الله رح ليتكلم عن كيف أسويق لنفسي البرسونال براند هي السمعة وهي الطريقة يلي بيشوفك فيها الناس ممكن بتكون هاي السمعة كويسة أو مش كويسة ويلي بتحكم بهذا الإشي هو أنا لهيك لازم أحط خطط وأهداف مدروسة عشان أحصل على السمعة الكويسة يلي بتجذب الناس لا إلي الناس بشكل عام بفضلوا يشتغلوا مع ناس بيحبوهم وبيعرفوهم وكمان بيثقوا فيهم ومن الطرق يلي بنحصل فيها على الزبائن هي الword of mouth يعني شخص بيعرفك اشتغل معك قبل هيك عزبوا شغلك وتعاملك الحلو والدقة والكفاءة الموجودة عندك فقام بترشيحك لأصدقاؤه فأنا من خلال تعامل الحلو وشغلي والدقة والكفاءة يلي عندي رح أكسب زبون دائم وكمان هذا الزبون رح يرشحني للأصدقاء تابعونا لهيك مطلوب مني أشغل كتير وأعمل كل إشي بقدر عليه ليكون البرسونال براند تابعي هو الأفضل بين منافسيني بداية لازم أعرف أنا ليش بدي أشتغل على البرسونال براند تابعي يعني لازم أحط هدف وسبب مثلا أنا بدي أشتغل عليه عشان أقدر أتغلب على منافسيني بمجال شغلي وأحصل على جمهور وقاعدة قوية فلازم نحدد السبب تابعنا عشان نقدر نشتغل عليه فيما بعد طب أنا شو رح أستفيد من هذا التسويق الشخصي تابعي رح أركز على نفسي ورح أشتغل على تنمية المهارات الموجودة عندي وكمان رح يخليني مميز بالمجال تابعي ورح يقدمني فرص عمل أفضل من خلال العلاقات يلي رح أبنيها والناس يلي رح تعرفني كيف بدي أصنع علامتي المميزة بسوق العمل؟ عن طريق اكتشاف نفسي عشان أعرف المميزات يلي عندي فبدي أجلس مع نفسي وأكتب قائمة بالأشياء يلي عندي وبتميز فيها طب أنا لو ما عندي أو ما لقيت أشياء بتميز فيها بدي أشوف شو أكتر حاجة مطلوبة بمجالي وأتعلمها وأنميها عندي فبهاي الطريقة أنا بكون اشتغلت على حالي وصار عندي ميزة بقدر أنافس فيها بسوق العمل وكمان لا تعرفوا كيف تحددوا أهدافكم ونقاط القوة والضعف يلي عندكم وكيف ترتبوا هاي الأهداف حسب الأولوية وكيف تشتغلوا عليها رح أسيب لكم شرح لكل هذا الإشي بفيديو موجود بسندوق الوصف وكمان بالنسبة للجمهور أنا لازم أحدد من هي أكتر فئة رح تكون مهتمة بالمجال طبعي وشو هي الخدمات يلي رح أقدم لهم إياها وبهيك بكون حددت الميزة تبعتي وكمان حددت الجمهور المستهدف وهلأ رح نتكلم عن متطلبات وأساسيات لازم تكون موجودة عندي أول شغلة هي الصورتي يلي رح أوصلها للناس بدي أحاول ما أهين من صورتي يلي بنشرها على السوشال ميديا بمزح عابض معي الأصحاب على نفس حسابي الشغل والأفضل أنه يكون في عندي حسابين واحد للأصدقاء والتاني للشغل والناس المهتمة بالمجال طبعي وكمان لازم يكون في عندي لوجو خاص فيه ورح أتركلكم طريقة تصميم لوجو احتراف بالموبايل بسندوق الوصف والشغلة الثانية أنا لازم أكون محددة وعارفة المهام تبعتي لازم أحدد المهام يلي المفروض إنه نحققها علشان الفانز يتابعونا وكمان لازم يكون في عنا أدت فاليو عشان تفيد الناس زي مثلا كورسات إفادة عشان الناس تتابعهم أو مثلا جلسات نقاش سؤال عشان الناس تتفاعل ولازم تكون هاي المواضيع مفيدة عشان تجذب الناس وتتفاعل معها ولازم كمان يكون في عندي رؤية واضحة وين بدي أكون ولوين بدي أوصل بهذا المجال مثلا لو كان في عندي أكاونت شخصي على الفيسبوك بس أخدمه في مجال البزنس تبعي وكمان بنحاول ليختار الناس يلي حوالينا أو الكميونيتي يلي حوالينا يكونوا متفقين مع الرؤية تبعتنا يعني مثلا لو أنا بشتغل كجرافيك ديزاينر لازم يكون الناس اللي عندي على الأكاونت كمان مصممين عشان نتبادل الخبرات والمعلومات وكمان نشجع بعض ولازم كمان يكون في عنا بريد إلكتروني لازم يكون مميز بإسمك وممنوع نستخدم في أسماء مستعارة يعني في البريد الإلكتروني رح نكتب الإسم الأول أو إسم العائلة أو إسم الأب فقط ممنوع نكتب في أسماء مستعارة عشان يكون البريد واضح ومعروف هذا البريد لمين وكمان لازم يكون في عنا سيرة ذاتية ولازم أحتم فيها كويس ويكون موجود فيها أهم الإنجازات اللي عملتها بهذا المجال زي دورات أخدتها ورح أرتبهم فيها حسب الأهمية والتواريخ الموجودة فيها ولازم أبني علاقات بالمجال تبعي طب كيف؟ أول شغلة من خلال الصفحات الكبيرة إني بدخل أشوفي الناس المهتمة بهذا المجال أبدأ أبعث لهم إضافات عشان أكون أصدقاء مهتمين بالمجال تبعي وكمان ممكن أبني علاقات بالمجال تبعي من خلال الجروبات المهتمة بالمجال الإيفنت والتجمعات الخاصة بنفس المجال وكمان من الشغلات المهمة لازم يكون في عندي مشاركة مع الجمهور لازم أشارك بالكوميونيتي تبعنا من خلال الرد على الاستفسارات والمسيجات وكمان هذا الرد لازم يكوني كويس وقيم جدا مش أي كلامه بس كيف رح أبني البرسونال براند تبعي عن طريق الإنترنت؟ إما من خلال الويب سايت أي الموقع الشخصي أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للموقع الشخصي بقدر من خلاله أنشر أعمالي وصيرتي الزاتية وخبراتي وفيدباك الزبائن ومن خلاله هيكون عندي تحكم أكبر بسمعة المهنية بطريقة أفضل من السيفي العادي أو ملف تعريف اللينكتين طب لو أنا ما عندي القدرة على تصميم موقع شخصي رح أتجه لوسائل التواصل الاجتماعي في البداية الأفضل أن نعتمد على منصة واحدة فقط بتكون تتناسب مع المحتوى تبعنا ونركز عليها وكمان بدنا نراعي أن تكون هاي المنصة الجمهور المستهدف تبعي بيقضوا فيها أغلب وقته فلو كان المحتوى تبعي بيعتمد على الفيديوهات رح أتجه لليوتيوب لكن وإذا كنت فنانه مبدع رح أتجه للإنستجرام وإذا كنت بشترل مع مؤسسات رح أتجه لللينكتين وزي ما حكيت قبل شوية يفضل أني أفصل حسابي الشخصي عن حسابي الشغل وكمان بدي أراعي أنه البستات والأشياء اللي بنشرها تكون مفيدة للجمهور المستهدف مثلا بتحتوي على معلومات بهذا المجال ومقالات أو شروحات قصيرة وكمان بدنا نتفاعل مع الجمهور تبعنا نرد على أسئلتهم واستفساراتهم ومسيجاتهم لنقوّل علاقة ما بيننا بالنسبة لأقوى المنصات من حيث الانتشار والوصول تجي عنا بالمرتبة الأولى منصة التيك توك بعدين الانستجرام وبعدين الفيسبوك لكن أقوى المنصات من حيث وصول الإعلانات لو أنا بدي أعمل إعلان ممول تجي عندي بالمرتبة الأولى الفيسبوك بعدين الانستجرام وبالنسبة لبرنامج أو موقع لينكدين فهو أكبر شبكة للتواصل المالي على مستوى العالم من خلاله أنا بحصل على زبائن وكمان ببني علاقات من خلاله وبستفيد من المقالات والكورسات يلي بيتم عليه كل حاجة بدي أعملها لازم يكون لها خطة خاصة فيها سواء أنا كنت بدي أشغل على حساب شخصي أو على صفحة فيسبوك أو على جروبات الفيسبوك فمثلا لو أنا بدي أشتغل على حساب شخصي ما بينفع إني ما أحط صورتي على هذا الحساب وما بينفع إني أترك البايو فاضي أو ما أحط الأماكن اللي اشتغلت فيها من قبل وكمان ما بينفع إني أنزل عليها بوستات عبيطة لازم كل إشي يكون مخطط إلو وموزون عشان أحصل على نتائج خلال فترة أصيرة هلأ بعد ما جهزت كل إشي واخترت المنصة اللي رح أشتغل عليها كيف رح أبدأ بالتسويق طبعي بداية أول شغلة لازم أعملها إني رح أعرف الناس مين أنا وشو بشتغل وشو الخدمات يلي بقدم لهم إياها وبالخطوة الثانية رح أتكلم عن المشاكل يلي بتواجه هاي الناس وحلول هاي المشاكل واهتماماتهم وبهاي الطريقة بكون أعدى ببني علاقات مع الجمهور تبعي رح أطرح لهم الإشي المميز يلي رح يجذبهم لإلي سواء كان خدمة مجانية أو خدمة مدفوعة وبعدين رح أوجه هادول الناس لياخدوا أكشن ويطلبوا مني طب كيف رح أعمل هيك مثلا أنا رح أقدم لهم دورة مجانية بموضوع معين وبعدين بعد ما أجمع هادول الناس على الدورة المجانية وأعطيهم إياها وبعدين رح أطرح لهم دورات مدفوعة وهم حسب الضيقة والكفاءة يلي كانت موجودة بالدورة المجانية تلقائيا رح يسجلوا بهاي الدورات المدفوعة وبهيك بكون الجمهور أخد الأكشن يلي بديه وبهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم وبشوفكم بفيديوهات جديدة إن شاء الله اشتركوا في القناة